معانا أكتر من عشر تلاف تويتا أو تغريدة هاشتاج أرض الكنانة بتتحدى في قائمة ترند تويتر عبر مجموعة كبيرة جدا من المغردين أعربوا من خلال تغريداتهم عن تحديهم لكل الصعاب وتصديهم للإرهابيين وأهل الشر تعالوا مع حضراتكم كنا نستعرض سريعا أهم التغريدات في هاشتاج أرض الكنانة تتحدى طول عمرها صامدة من أول التاريخ ليومنا ده سبع تلاف عام صامدة الهاشتاج اللي بعده أرض الكنانة تتحدى مصر الأرض الصمرة الشقيانة ربي حماها وعلاها بذكره في قرآنه مصر الصبية البهية ولادها رجالة بالتأكيد أحسن رجالة كمان الصواف نشوف تويتا تانية مصر يا ما عدت عليها أيام صعبة لكن بسموت شعبها الأصيل بتقدر تنتصر أحمد تحية مصر بيقول كلنا كمصريين بنعلن التحدي ضد أي زروب صعبة بنعلن التحدي ضد جماعات الإرهاب والعمر وبنعلن التحدي ضد الدول التي تمولهم ده يعني كلام كبير ونسا كنا بنقوله ضد الدول اللي بتمولهم دي كانت تغريدات تحت هاشتاج أرض الكنانة تتحدى وفيه تويتات كتيرة جدا يعني نحن استعرضنا كده أهم التويتس والتغريدات كلها بتعكس رغبة حقيقية في مواجهة الإرهاب في الصمود في إعلاق قيمة أننا لازم أحافظ على وطني بشكل أساسي ده كان التويت أو الهاشتاج الخاص بأرض الكنانة تتحدى بالتأكيد وزي محمد ما قال زيارة مهمة جدا نتابع مع حضراتكم مرة تانية لها مباشرة طبعا في أون لايف هذه الزيارة وهذه الجولة المهمة لرئيس السيسي في الدول العربية